أول سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد أول سنوي أهلا بكم عزيزي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية على قناتكم المفضلة قناة مدرسة نه 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة عزيزي طالب حلقة مميزة جدا 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 ليه؟ النهاردة هنلخص النحو الخاص بالوحدة الأولى الأفعال الناقصة والأفعال التمة وهنطبق بالفكر بتاعنا وبالطريقة البسيطة اللي تعودنا فيها مع بعض يلا مع بعض النهاردة عزيزي طالب هنتكلم عن الأفعال الناقصة والتمة المعدلة في النحو الجدول قدامك ده عايزك تحفظه ليه عايزك تحفظه؟ لأنه فكرة النحو كله قايم أو خاصة بيه كان واخوتها الناقصة والتمة أو كده واخوتها قايم على فكرة النحو قايم على الفكرة عزيزي الطالب فأنت لو فهمت الفكرة هتعرف تطبق كويس جدا طيب الفكرة اللي أنا جايبها لك النهاردة بتقول إيه؟ بتقول لي أن كان الناقصة بتدخل على الجملة الإسمية يبقى أنا عندي مبتدأ وخبر فأنا عندي المبتدأ بيكون مرفوع والخبر بيكون مرفوع طيب لو أنا قلت الفعل الناقص اللي كان واخوتها اللي حنا درسنا قبل كده يدخل على الجملة الإسمية هتقول لي يرفع المبتدأ ويسمى إسمه وينصب الخبر ويسمى خبره طيب لو أنا حزفت كان الناقصة هيبقى عندي في جملة إسمية تاني حتى كان لا أجد جملة إسمية ببساطة جدا جدا يعني اللي بعد كان هيعرف إيه؟ فاعل أو مفعول وتكون كان بمعنى حصلة أو تحققها أو بقية أو تركها ولا توجد جملة إيه إسمية المثال اللي معايا أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا متصل بها ضمير هحزف أصبح الطلب لما يحزف أصبح يجد نا طيب نا هنا عندي بتديني جملة إسمية مبتدأ وخبر لا يبقى على طول الطلب يقول لي دي كان لإيه؟ التامة يعني أصبح هنا تامة طيب وأصبح الملك لله أحزف أصبح تقولي الملك لله جملة لها معنى جملة إسمية مبتدأ وإيه وخبر الطالب أيضا هيقول على طول هنا أصبح ناقصة يبقى سهل جدا في كان وخطأ التام والناقصة أعمل إيه؟ أبسط حاجة أحزف الفعل الناقص أو التام وقرأ الجملة وجدت جملة إسمية مبتدأ وخبر يبقى ناقص طيب ما فيش مبتدأ وخبر هتقولي على طول تام على طول ما فيش فيها أي مشكلة خالص طيب نأتي لمعادلة النحو خاصة بكادة كادة هيكون بعدها اسم أو ضمير جميل جدا خبر كادة لابد أن يكون فعل مضارع فعلا مضارع ليه بقى؟ لأن الشرط الأساسي في خبر كادة اللي يناقصها معايا لابد أن يكون خبرها خبر جملة فعالية فعلها مضارع طيب يقترن بأن أو لا يقترن بأن؟ قلنا أفعال المقاربة والرجاء والشروع لاحظ معايا الأمثلة التالية يبدأ الطالب يتعلم واحدة واحدة بقى مع بعض يبدأ دي فعل من أفعال الشروع احنا قلنا بدأة وشرعة وأنشأة وطفقة وهبّة وجعلة طيب جاءة يبدأ أفعال الشروع لها شروط الشرط أنها تأتي بصغط الماضي طيب بدأ هنا بصغط الماضي لا دي يبدأ جاءت بصغط المضارع على طول حزفها خلاص دي بقى فعل تام وليس بنقص طيب يبدأ الطالب هيقول للطالب هنا فعل ليه؟ لأنها فعل تام يتعلم الطالب هيقول لي الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال هي جملة فعلية فعل تام طيب يتعلم قبلها نكرة ولا معرفة الطالب هيقول لي قبلها معرفة يبقى الجملة الفعلية في محل نص بحال طيب يبقى على طول هتقول لي بدأ هنا ليست بفعل نقص والطالب فعل وكما قلنا إعراب يتعلم طيب بدأ الطالب التعلم بدأ جاءت بسرعة الماضي الشرط الأولاني خلاص جميل جدا الشرط الأولاني خلاص قول معايا خليك معايا واحدة واحدة وعايزك عزيز الطالب تكرر معايا الكلام وكأننا احنا بنحلم مع بعض احنا بنحلم مع بعض اهو واحنا ماشيون واحدة واحدة بدأ جاءت بسرعة الماضي طيب الطالب الطالب هيقول لي انتظر في شرط تاني الشرط التاني إن الفعل إن الخبر لابد أن يكون جملة فعلية فعلية مدارعة بدأ الطالب التعلم أحسنتي أنا على طول ما جريش وراء الإجابة強دة الإجابة على طول totally isn't berada لا الطالب يقول لا استنا شوي зовある شرط تاني انتول ترجرب الشرط الأولى أنه آتل بسرعة ماضي. جميل جميل جدت بسرعة الماضي طب الشرط تاني فيك جملةقط فعلاف علامهم الضرع هيقول لك ده كلمة التعلم هنا آسم على طول هيقولي أيضاً ده فعلي تام يبقى بدأ فعلي عادي جداً والطالب فاعل والتعلم والتعلم الطالب يقول لي مفعول به ليه؟ لأن هنا لم تتوافر الشروط طب المثال الثالث بدأ الطالب يتعلم بدأ جاءت بصيغة الماضي جميل جدا في عندي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع رائع يعني هنا توفرت الشروط ولا لم تتوافر سمع بعض الطلاب بتقول لي هي فعلا دي الحقيقة الفعل هنا تتوافر فيه الشروط يعني ده صح جميل يبقى أنا هعرب كأنه فعل ناقص هقول بدأ فعل ماضي ناقص والطالب اسم بدأ ويتعلم فعله مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم والفعل ضمر مستتر والجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ يبقى واحدة واحدة مع بعض الشروط عندي خاصة في أفعال الشروع يا شباب لأن بعض الطلاب بتقطق في أفعال الشروع بتفتكر شرط وبتنسى الشرط التاني يقولك بدأ فيه فعل مضارع خلاص جملة فعلية خبرها فعل مضارع يبقى ده بدأ لإيه النقص لا أنا عنده شرطين الشرط الأول بيقول لي أني بدأ تأتي بالصغط الماضي الشرط الثاني أني بدأ لابد أن يكون خبرها خبر جملة فعلية فعل مضارع غير مقترم بأن جميل جدا طيب يلا بنا نطبق على الصبورة مع بعض ونشوف أهم النقاط الخاصة بالأسئلة أهم حاجة في شرح النحو يا شباب التطبيق أهم حاجة عندي التطبيق واحدة واحدة ونبدأ نحل مع بعض وحضرتك كأنك أنت بتساعدني وإحنا بنحل أنت كأنك وقف مكاني وإنت عايزك تتخيل أنت لوقف مكاني وإنت بتحل هسيب لك فرصة كمان أنك تحل وتجاوب على الأسئلة عسى الساعين في الخير موفقون بدأ لي بعسى يلا نتكلم مع بعض كده شوية بدأ لي بيا يا شباب بعسى ها أول حاجة التانية حاجة هيكون بعدها اسم مرفوع اسم يا شباب مرفوع يبقى أول حاجة عسى من الأفعال للرجاء زائد المعادلة بتاعتي أن زائد فعل مضارع الطالب هيقول لي بدأ سبق بأن فعل مضارع هيكون إيه؟ جميل جداً منصوب حسنت طيب عندي عسى الساعين الطالب هيقول لي على طول نحزفها ليه؟ لأنها جات في حالة النصب فيقول لي خطأ الساعين وما لا أختار إيه؟ الساعون يعني إذن أول حاجة أنا هعملها هستبعد أهو كطالب هستبعد الإجابة رقم ديال لأنه عندي الساعين طيب يبقى أنا كده حققت الشق الأول الشق الثاني فيه عندي أن فين أن هنا؟ هتجد أن الإجابة ألف وباء أيضاً تحزف ليه؟ لأنها لابد أن تكون فيها أن ويكون معها بفعل إيه؟ مضارع الإجابة بقت سهلة بالنسبة له بسيطة يبقى أنا بعملت إيه؟ استبعاد بعد ما بستبعد الطالب هيقول لي الإجابة على طول هي الإجابة رقم جيم صعبة؟ حضرتك ماشيين مع بعض خطوة بخطوة وقدرنا نوصل للإجابة يبقى أنت هتحط قدامك إيه؟ قدام عينك القاعدة والمؤادلة بتاعتك وبعد كده أبدأ طبق واختار واستبعد طيب مثال تاني ده سهل مثال التاني ما فيش حاجة اسمها سؤال في النحو صعب في حاجة اسمها خطوات أنا بطبق بناءنا على الفهم طيب السؤال بيبقى صعب؟ لا ببساطة جدا وسهولة قلتها تكررتها كتير السؤال النحو بالنسبة لك مضمون عزي الطالب لازم تكون ضمن سؤال النحو وانت داخل الامتحان من خلال إيه؟ الفكرة النحو فكرة السؤال التاني بيقول ليت الفائقين مكرمون ميز التغيير لو ضغط كلمة عسى لأنني لسه إله منذ قليل لسه أي المثال ده بالزبط هحتاجنا نكرره تاني؟ لا يلا طبق انت هيقولي هنحط عسى مكان ليت أنا هاحزف أهو بعمل كده أهو أهو بعمل كده على طول مكرمون وقال لي ضع ليت مكان عسى أنزل عسى مكان ليت أهي ها وبعد كده مش دعوا خلاص بالإيه؟ بالبدائل أنا بحل عطول مع نفسي ها الفائقين هتقول لي لازم تكون مرفوع الطالب يقول لي ما دال مرفوع هتبقى الفائقون جميل هيقول لي هنا تنزل أن أهو أن أن إيه؟ يكرم يبقى أن يكرم فعله مضار منصوب بإيه؟ بحسف النون سهلة جدا سهلة ليه؟ لأن أنا مشيت بإيه؟ بخطوات سؤال نحو سهل يبقى على طول الإجابة الطالب هيقول لي الإجابة با سهلة جدا أنت اللي قلت أنت اللي مشيت حسب وخطوات وأنت اللي جاوبت طعي مثال تاني قلتلك قبل كده المثال ده من اللي فكر معايا جميل هيقول لي في الحلقة الأولى وإحنا بندرس الفعل الناقص قلتلك لو وجدت شبه جملة قاعد بناء الجملة مرة تانية طلع للمبتدأ والخبر طعي يلا مع بعض أضحى للعدل رجال مخلصون يزودون عنه قلنا واحدة واحدة أضحى فعل ناقص يعني إيه فعل ناقص يعني لو حزفتها أجد جملة اسمية مبتدأ وخبر وطلع عندي بعدها كلمة للعدل العدل دجار ومجرور أنا قلتلك لو وجدت جار ومجرور أو ظرف اللي احنا بنسميك كله على بعضه شبه جملة ووجدت اسم هتعمل لي تقديم وتأخير والاسم لا هيكون ناكر لأن فيها عندي واجب التأخير وجائز طيب ما نخدعش برضه يعني إيه أنا هرجع لبناء الجملة من قول جديد بس ستأكد فين المبتدأ وفين الخبر تمام طيب لو أنا حزفت قلت للعدل رجال مخلصون الطلب يقوله كلمة مخلصون هنا نعت يبقى أحزف للعدل رجال هنعمل هنعمل عملية تأخير هالطلب يقوله رجال للعدل في الحالة دي بقى ها فين اسم أضحى الطالب هيقوله رجال وجاءت في حالة الرفع هنا حتى تقول مرفوعة واسم الفعل الناقص مرفوع طيب فين الخبر هتقولي للعدل شبه الجملة صعبة سهلة ذكرت المثال ده قبل كده يبقى الإجابة رقم دل طيب ميز الجملة التي تحتوي على فعل ناقص لو قل فعل ناقص على طول كلمة فعل ناقص هنا لكان الناقصة أو كاد الناقص خلاص طيب عندك المعادلة اللي قلتها لك قبل كده في بداية الحص أنشأت عندي اسم جميل الدولة مدارس عديدة مدارس دي ليست بفعل مضارة خلاص أحذف ليه أحذف لأن احنا قلنا أفعال الشروع أو كاد ناقصة اسم أو ضمير زائد أن أو عدم اقتران بأن وبعد كده أقول فعل مضارة يبقى إذا ما فيش عندي فعل مضارة طيب المثال الأول زي المثال الثاني هحذف ليه أجيالا طيب ناقصة المثال الثالث أنشأ الأمن ينتشر في العالم عندي أنشأ عندي اسم عندي فعل مضارة على طول الطلب يقول دي الإجابة خلاص طيب نتأكد من الإجابة رقم دال الإجابة رقم دال أيضا كلمة قصرا مش فعل مضارة يبقى على طول الإجابة الصحيحة هتقول لي هي جيم تمام يا شباب أنا بحل معك واحد أسئلة سهلة وبسيط الأسئلة دي أسئلة امتحانات يعني الطالب ما يخافش الأسئلة دي أسئلة امتحانات الوزارة طيب مثال تاني لم يكد المسافر يغادر وطنه حتى أنشأ فؤاده يغفق أنشأ مين فؤاده يغفق بالحنين ميز من الآتي حكم اقتران الفعل أنشأه بأن طيب الفعل عند أنشأه وعند فؤاده طيب أنشأه زائد اسم اللي هو فؤاده هيقول لي زائد يغفق اللي هو الفعل المدارع حكم اقتران الفعل المدارع ده بقى بأن ده فعل من أفعال يا شباب لازم يكون حفظها هيقول لي فعل من أفعال الشروع رائع وأفعال الشروع يا شباب الطالب على طول هيقول لي أفعال الشروع يمتنع اقترانها بأن أصبحت ناجحا واتبع النجاح حيثما أصبحت اتبع النجاح حيثما أصبحت ميز من بين البداء الأعراب الضمير في الجملتين السابقتين بسهولة جدا أصبحت تم أو لناقصة الضمير ده معنى ايه معنى أنا فالطالب هيقول لي معنى أنا ناجح جميل أصبحت ناجحا هاحذف الفعل أصبح معنى أنا ناجح طيب يبقى إذن هذا الفعل فعل ناقص طيب لو كان ناقص الطالب على طول قال لي لو ناقص يبقى إذن الضمير مبني في محل رفع اسم أصبح اتبع النجاح حيثما أصبحت احذف أصبح كده هتجد أن الضمير لا يمثل جملة يعني ما فيش جملة معاه طيب يبقى إذن دي تام ولا أنا قصة تقول لي ده فعل تام هنا الضمير ضمير رفع هتقول لي والضمير في محل رفع فاعل طيب طيب في الإجابة الطالب على طول هيقول لي الإجابة رقم جيم جميل جدا السؤال ده مهم جدا لأنه يعتمد على الفهم القراءة والربط بين القواعد النحوية طيب السؤال ده يا شباب عايزك تركز فيه معايا شوية ليه لأن السؤال ده بيمثل بالنسبالي ربط بقاعدة قديمة إزاي ركز معايا جعلت الدولة المعلم مبدعا وسكت جعلت بيقى من أفعال مين هل جعله هنا بمعنى بدأ اللي هي كادة وإخوتها لا هيقول لي ده بس فيه عند المعلم مبدع ده جملة اسمية هنرجع بقى شوية كده ونبدأ نتذكر معا اللي هي أفعال إيه بقى ظنة وأخوته اللي هي ظنة وحاسبة وزعمة وخالة وعلمة ورأة فالطالب يجي يقول لي أن جعله ده تنصب مفعولين مفعول به أول ومفعول به تاني طيب جعله التاني تنطبق على الشروط على طول الطالب يختار الإجابة رقم ألف أن أول يقول المعلم مفعول به أول منصوب والثاني اسم جعله مرفوع طيب الجملة التي لا تحوي فعلا تاما يعني ما فيش فعلا تام ركز في السؤال يعني إيه ما فيش فعلا تام يعني هيكون فعلا نقص يعني لو أنا عزفت كلمة لا تحوي فعلا تاما هتقول لي ده فعلا نقص لاحظ كلمة ما زالة قلنا ما زالة بنعنى الاستمرار وما زالة لو جبت المدرعة بتاعها هيبقى ما يزال طيب وليست بمعنى الزوال طيب هيقول لي ما يزال وكلمة ما زالة لابد أن تسبق بنفي وإحنا قلنا النفي ما يعني رقم جيم هنحزف يبقى على طول عندي ما يزال ولم يزول إحنا قلنا المضرع من ما زالة إيه ما يزال وليست بمعنى الزوال يبقى على طول الطالب يقول لي إيجابة رقم ألف يعني بمعنى إيه الاستمرار على طول يا شباب ده وقت إيه طبعا الطالب يقول لي وقت الليتبورد هنسمع فيه ملخص للدرس ونرجع تاني مع بعض كلمنا عزيزي الطالب في هذه الحلقة عن الأفعال الناقصة يبقى أنا عنده الخلاصة بتتكلم عن الأفعال الناقصة والتامة عندي المبتدأ عندي كادا وأخواتها وكان وأخواتها يبقى عندي كانا وعندي كادا المعادلة بتقول لي إيه المعادلة مهما جدا عزيزي الطالب بتقول لي لو كان دي ناقصة أو كانت تامة يبقى عندي كانت ناقصة وكانت تامة كانت ناقصة تدخل على الجملة الإسمية يعني أنا عندي مبتدأ وخبر عندي المبتدأ وعندي الخبر وقلنا المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع تدخل كانت ناقصة على الجملة الإسمية هترفع المبتدأ أيسم ما اسمي كانت مرفوع وتنصب الخبر خبر كان هيكون منصوب طيب لو أنا عملت سهمي كده هقولك إن الجملة الإسمية بيدخل على كانت تدخل على جملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر طيب لو أنا عايزة أتأكد أني كانت دي ناقصة هعكس السهل يبقى أنا لو حزفت كان هنا الناقصة هترجع للجملة تاني مبتدأ وخبر طيب كان التمى كان التمى فعلي عادي جدا كان التمى بعدها يكون فاعل أو مفعول والمعنى هيكون اتغير مثال أصبحنا وأصبح الملك لله عزيز الطالب أصبحنا عندي أصبحة وعندي أصبحة لو حزفت الفعل أصبحة هجدنا يبقى إذا ما عنديش جملة هنا ما فيش عندي جملة اسمية مبتدأ وخبر يبقى إذا هنا الضمير مامني في محل رفع فعلا طب أصبح الملك لله لو أنا حزفت أجد الملك لله يعني جملة اسمية يبقى إذا هنا أصبحها تكون ناقصة وفي الشق الأول أصبحها تكون تامة ده بالنسبة لكنا نأتي إلى كادة المعادلة بتاعت كادة بتقول كادة بيأتي بعدها اسم أو ضمير هيكون معايا أن أو نحزف أن يعني هيكون في الخبر بتاعها أم حاجة عند الخبر يكون فعلها فعل إيه مضارع ركز مع عزي الطالب في هذه الأمثلة بدأ الطالب التعلم وبدأ الطالب يتعلم ويبدأ الطالب يتعلم جميل جدا المثال الأولاني بدأ بصورة الماضي ولكن لا يأتي في خبرها خبر جملة فعلية فعلان ضارع إذن هنا بدأ فعل تام وليس بنقص طيب إذن الطالب تعرب فعل بدأ الطالب يتعلم نأتي للشروط بدأ جاءت بصورة الماضي تمام ها في فعل مضارع الخبر بتاع في فعل مضارع إذن هنا بدأ من أخوات كادة ناقصة إذن الطالب هنا تعرب اسم بدأ نأتي المثال الأخير يبدأ جاءت بصورة المضارع إذن بيبدأ هنا ليس بفعل ناقص يبأ إذن الطالب يعرب فاعل دي أهم النقاط عزيزي الطالب لدرسنا النهارد بعد ما سمعنا يا شباب الخلاصة عايز منك ومن الطالب والطالبة أول حاجة النحو فكرة إحنا تكلمنا عن إيه؟ تكلمنا عن فكرة الفكرة بتقول طبق طبق إذن أن كان النقصة أحزف كان أجد المبتدأ والخبر لو لم أجد المبتدأ والخبر عمل إيه؟ يبدأ كان التامة خلاص الفكرة التانية المعادلة بتقول إيه؟ كادة زاد اسم أو ضمير زاد أن أو ما فيش أن أم حاجة عندي فعل مضارع ده الخبر بتاعي يكون فيه فعل إيه؟ مضارع طبق وابدأ حط قدامك المعادلة وابدأ حل كتير ومنتظر أسألكم وأي استفسار معاكم لحظة بلحظة على قناتكم المفضلة قناة مدرستنا ثلاثة تحت أشراف وزارة التربية والتعليم إلى هنا عزاء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع وعد ملقان آخر دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أول سنويه فرصة جديد أو حلم جديد وهنعديها بالتأكيد أول سنويه